الكلام النهاردة كبير قوي فصح صحي كده معايا وتعالي ندخل على الوصفة على طول وصفة النهاردة الله 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 يلا بينا نسمي لا ونسال على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك أول حاجة معايا حل على النار بس حل تكون كبيرة شوي فيها مادة دهنية على حسب ما انت عايزة نزلت بفصين من الحبهان المفتوحة وربعود قرفة صغيرة وورقتين من ورق اللورة وبعد كده كنت محضرة معايا العكاوي أو العكوة على حسب ما انت عايزة على حسب ما انت عايزة بتقوليها يعني وطبعا تقدري تستبدليها باللحبة بس النهاردة حبنا كده نشكل الموضوع ونجيب العكوة العكوة دي بتتباع عند الجزار كانت الأول بيبقى كلها على بعضها دلوقت بقت بالكيلو بس برضو لازم تغذيها كلها على بعضها بس ساعت بتطلع 2 كيلو كيلو ونص على حسب يعني الحجم بتاعها قدقي خصلتها كويس جدا وبعد كده السمنة او الزيت اللي انا حطهم سخنوا معايا يفضل اللي هي تبقى معلقة زبدة او سمنة زيت دي مش مستحبة او في وصفة النهاردة ايا كان بقى انت هتستعملي ايه سخن معايا كويس جدا وبعد كده نزلت بالايه بالعكوة قلبتها وشوحتها وخدت معايا لون بالشكل دوت كده نزلت بكمية بصل مناسبة جدا ولسه كمان هحط شوية كمين ايوة كده بالزبط طبعا كمية البصل بتبقى جديرة شوية علشان خاطر دوة السوس اللي بيتغمز او بيتحط على الرز عايز اقولك التعم حكاية البصل ما قطعاشه رايح صغيرة جدا في الكبة وبعد كده بعد ما شوحته كده لمدة ديتين تلاتة نزلت بكمية مياه حلوة حوالي كوبايتين كل ما تعوز مياه هنزل بمياه بقت معايا بالشكل ده عايز اقولك العكوة دي او العكاوي لها ناس كده معينة بتحبها فانت لو تعرفي حد بيحبها يلا بسرعة عاملينه منشن وقولوله جرب الوصفة او جرب الوصفة دي في الوقت دوت كده بعد ما خدت معايا اربع كبيات من المياه كنت محضرة حباية من البطاطس بس حباية كبيرة شوية قشرتها وقطعتها مكعبات صغيرة ونزلت بالبطاطس بديت دعم حلوة جدا بس لسه اللحمة بتاعتنا ما استويتش نزلت بالفلفل الاسود والسبعة بهارات بس كده مش حطي اي حاجة تانية الملح في الاخر خالص بعد ما البطاطس تستوي شلت عود الارفة وبحاول كده معايا مع التقليب لو قابلت مثلا الحبهان ببدأ اللي انا اشيل في الوقت دوت كانت استوت وطبعا حطتي الملح تعلي كده نطلحها شواء وندقها ونشوف شكلها بقى عامل ازاي واللحمة ايه اخبارها مستوية ولا ايه ده كده اللحمة عايز اقولك مستوية ومهرية على الاخر وتعمها حكاية وطبعا انا سايبة فيها كده شوية من الصوص عشان لو تحط على الرز بتعمل جنبها رز ابيض بيبقى حلو جدا مناسب معاه بس كده ده اكلنا النهاردة اكل سهل وسريع وتعمها حلو جدا 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 يلا ما تنسيش تعملي منشن لصحابك اللي بيحبها او قريبك اللي بيحبها بحبكم في الله وما تنسيش تعملي متابعة للصفحة وسلام عليكم